تقدم رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب قوات المسلحة الأسبق والفريق فخري عبد المنع محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة رئيس هيئة التدريب القوات المسلحة الأسبق اللدين وافتهم المنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لكل من الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والفريق فخري عبد المنع محمد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق والذي وفته مالمنية صباح اليوم بعد مسيرة عسكرية طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر وأوقمت الجنازة بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدام القادة وكان الفقيدان الراحلان قد شغلال عديد من المناصب والوظائف العسكرية وصطر أسماءهما بأحرف من نور في سجلات العسكرية المصرية خلال مدة خدمتهما في صفوف القوات المسلحة ليكونا خير مثال يحتذا به في التفاني والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيدين الراحلين